السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها يا سيدي هي دي الحلقة اللي كان مفروض تنزل بعد صلاة الجمعة وتأخرت وأنا بسجل الحلقة دلوقتي الساعة خمسة وتلت عصراً أقرب إلى المغرب طب ما نازلتش الحلقة في معادها ليه هقضي أحكي لك بقى ظروفي ومشاكلي والحاجات اللي بتطلعلي وانت مش متابع القناة عشان الحاجات دي ولا ايه أدوشك خلي بالك طب بلاش هتشوف الحلقة دي وبعدين وإحنا بنسجل الحلقة أدهم فوزي الجراند مستر المصري بيلعب الجولة السابعة من بطولة شرطة دبي إن شاء الله وبدون مؤطعة الساعة عشر مساءً كده أجيب لك الجولة السابعة لأدهم فوزي في هذه البطولة يكون خلص إن شاء الله المباراة بتاعته بالنجاح إن شاء الله إحنا في الجولة الرابعة من التصفيات الأولى لكأس مصر فريق بورفؤاد ست بناء أدمين لاعبين أقوية بيوجهوا ست ناشئين من فريق وادي ديجلة مين بيعدي على الناشئين دول يتابع مستواهم؟ سوبر جي أم باسم أمين يبص عليهم ويعلمهم لو في أخطاء بعد ما يخلصوا الناشئين دول بيشرف عليهم أفضل لعيبة في مصر وهم أقوية جداً بورد واحد عندهم اسمه أدهم حسام هذا الشاب الصغنن الجميل قابلني مرتين في بطولات رابد على رؤعة حقيقية وكسبني المطشين أنا بس بحاول أوضح لك قد إيه؟ الست ناشئين دول أقوية أنا بلعب على بورد رقم 3 وقابلت بنت عندها 15 سنة اسمها ديمة علاء تقييمها 1850 يعني أقل مني تقريباً 100 نقطة بس عندي 34 سنة هي عندها 15 يعني العمر إن شاء الله قدامها طويل 1850 في هذا العمر معناه إنها جاية هتوصل إن شاء الله 2000 و2000 من يومتين ربنا يوفقها ويلا بينا يلا بينا لايك لذيذ اشترك في القناة لمتابعتي هذا المحتوى بدأ ملك من ديمة سقلي لا كاروكان لا بدأ ملك من محمد نوفل عاوز أشوف الناس دي بتلعب إيه؟ وتغيير وأنا بصراحة نازل بعقلية الحسابة بتحسب عايز أنزل أحسب وموت نفسي على الرؤى حتى لو شكل جديد ده مش بلتز معي ساعة ونص كاملين وعايز أفكر وألعب مفيش حاجة اسمها أنا عملت كده من غير مقرأ لا قرأت شوية يعني عارف معلومات عن E4 E5 مش أستنى سوبر جي إم لعبت كل حاجة لا قرأت شوية ولعبت الفيينة طلعت بالحصان وتكملت الفيينة F4 ده الفيينة جيم لكنها لعبت بشب C4 ودي اسمها Stanley Variation جه في بالي مطش من مباريات يون بومنشي لما الفيل طلع كده طلع بالحصان ولما دي تلعبت أملائب C6 وعايز دي 5 مباشرة فبالتباعية قمتم ديها واحدة C6 على أساس إن دي النقلة السليمة بمنتهى الثقة C6 دي ما مذاكرة افتتاحها كويس C6 دي تقريبا بلندر من الافتتاح عمرها ما شافتها فغطست حبة وفعلا هي وحشة C6 هنا وحشة لأن الحصان مرائب دي 5 كمان C6 حرمت الحصان إنه يطلع ويرائب دي 4 ففكرت شوية ولعبت دي 4 مصبوطة مستغلة إنه لو أكلت هتاكل بالوزير ومعنديش أي حاجة تطلب الوزير وإيه 5 هتبقى جامدة شكل جامد قعدت أفكر شوية ولعبت بيشب بي 4 طب استنى هو الصح إيه بدل C6 نايت C6 عادي وأكيد هي مذاكرة نايت C6 ده الافتتاح بتاعها أو بيأكلوا حصان في بيدة وتاكل وبعدين دي 5 أو بيشب أو بيشب من هنا إنما C6 دي مش تابع أي حاجة ملعوبة أربعين مرة خمسين في المئة مكسبة بيض لكن الميزة اللي هنا إنها ما شافتش C6 قبل كده لكنها reacted well لعبت النقلة سليمة دي 4 وأنا قلت لو أكلت هتاكل ودي جاية أكمل إزاي دي 5 ممنوعة في مطش من المطشفات تلعب بي 5 في مطش تلعب دي 6 بس مش ده الشكل اللي أنا عايزه 1 2 3 في الوسط وأنا عامل كده لا 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 أنا هربط باحثا عن المبادرة بنتشر بمشاكل عايز حسن في بيضاء لو كانت شافت C6 قبل كده أكيد كان عندها العقاب إنها تاكل ولو أنا كالت لعب على الديتابيز queen D4 هات القطعة لكن كمان الانجين بيقول فيه تفوق واحد بعد queen G4 هات البيضاء وهات القطعة لازم ألعب D5 دي أفضل نقلة واسمح بوزير في بيضاء أعتقد لو كنت بلاعب عنده بلاعب لعب عنده خبرة في هذه اللينات الجانبية كان عورني من نقلة رقم 5 لكن هي لعبة بيشب D5 ودي بلندر فادح بنقلة واحدة وزير 5 اللي أنا لعبتها ويأتي فعلا بقى فيه مشاكل عايز حصان في بيدا عايز في الفحصان تاكلت ديها كش واخد الفيل فكرت تقريبا ربعاية ولعبت في الفحصان دي بيستموف وفكرتها عميقة أني لما أكل تمشي قطعة قصد قطعة أنا حاكل القطعة معي قطعة كاملة هي لازم تاكل فكده خسرت بيدا خير وبركة وكملت بمنتهى الشياكة الفيل رجع دي بيستموف وأنا إنسان جشع ونتاج تبدأ كمان بقى معايا بدأين ركز عشان أنت هتستفيد من المباراة دي جدا دي مش مباراة جي امات دي مباراة بنا أدمين بيكتهدوا ويحاولوا يلعبوا شطرنجة أفضل بالنسبة لديما إن شاء الله هتاخد لقب في المستقبل لكن العبد لله يعني 34 غير 15 لعبة كوين اي وان مش عايزة تكسر بتستغل إن الوزير عرضة للضربات واحد اتنين ثلاثة حسب ما تلعب النهايات مش في صالحها علشان النهاية هتدخلها خسرانة بدائين ولو إن الانجين المجرم بيقول لها كلي عادي وطلعي طلوبي البيدأ وهيحمي البيدأ تلعبي C6 بحيث C3 آسف مش C6 لا أنا آسف الحسن يطلع من هنا وبعد C5 تلعبي C3 عشان لو أكل أكل ويعني المربع ده ضعيف لاحظ إن أحسن نقلة تعمل كده وهي تخش كده حسب الدبل تمشي وتاخد بيدأ الانجين ميت تفوق واحد بس للإسود أو واحد ونص للإسود بعد H5 وما تكملش انتشارك تفوق يعني صعب المهم هي لعبة QE1 والآن هتطلب من هنا أو من هنا أو من هنا قعدت أفكر شوية ولعبت إن أقلة وحشة أنا متأكد إنها وحشة وطلعت قبل ما أبص على أي إنجين ولا حاجة مع الشباب اللي قاعدين على الكافي برة اللي هم لعيبي شطرنجة أقوية وقالت لهم إن أقلة دي وحشة لعبت B6 عاوز أدي الكيش بس في حاجة مهمة جدا تتعلمها وأنا تعلمتها بعد B6 على طول يعني B6 وعلمتها لنفسي وأنا قاعد كده أنا لازم أعرف كل قطعة مستقبلها رايح فين بتوعي أنا هنشر الفيل ده من هنا ولا من هنا بعد B6 ولا من هنا الحصان ده هيطلع من هنا ولا من هنا في هنا يعني ترتيبة القطع عاملة إزاي هبيت يمين ولا شمال لازم يكون عندك تصور للشكل النهائي بعد الانتشار لعبت B6 وهي لعبة أفضل نقلة حصان عارف لو كانت طلبتني بهذا الشكل كنت اديتها الكش وزعلت عشان مضطرت غطي كده وأخد بيدأ كمان في السكة لكن هي لعبة الحصان ولما لعبة الحصان خدت وقتي شوية الحصان ده مستقبله هنا في هنا وبالتالي الفيل ما ينفعش يغادر الوتر ده طيب معنى كده ان الحصان ده هو اللي هيطلع من هنا في هنا حلو طب الوقت الوزير مطلوب يمشي فين الانجين بيفكر تفكير مختلف امشي هنا مكان الحصان أنا مش مستوعب امشي هنا ازاي ده مكان الحصان ولما يلعب روك دي وان مثلا العب اي فايف عاوز اي فور تحبس الفيل ما بيهربش عشان الوزير واقف ولما يمنع الافكار كمل انتشار بهذا الشكل اوكي لكن انا مشيت على الدي سيكس تاني احسن نقلة ولما طلبتني مشيت على ال اي سافن والفكرة ان خلاص انا عايز دي ودي عليها دي سيكس ممنوع هنتشك مباشرة واخد الدي فايف في اللحظة المناسبة ما عادش فيه بدأ واقف منعني من الدي فايف لعبة نقلة ممتازة كوين دي تو ممنوع دي فايف بدأ في بدأ بدأ في بدأ في الفي بدأ ممنوع دي سيكس تلعب ايه لو كنت مكان الاسود مش عايز اطول عليك لكن كل ما وقفت وفكرت كل ما استفدت النقلة هي بستموف على الانجين دي سيكس على اي حال انا معايا بدأ اين خدي بيدأ بس سبيني اكمل انتشاري ليه ماكملتش الخطة بتاعتك ليه دي يا سيدي هكمل زي ما انا خليلي معاك حصان هاتي الوزير دلوقتي بقى ديها البيدأ عشان تفتح للفيل في مشكلة كبيرة لو اكلت 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 عايز اطلع بتاكل هنا اللي كان حامي هنا الحصان وبالتالي دي سيكس في معادها هتاخدي البيدأ ولا لأ لو ما خديش البيدأ اسمحيلي بقى اكمل كده واخد بالك فاكدت البيدأ فاكدت البيدأ اصلا هي اخدت البيدأ فعلا لو كانت لعبت هذا اللعب فعندي وقت انتشر بالفيل لو دخلت هنا هكسر عادي و وعندي وقت اخد النقلة القوية اللي تلعبت في الموتش متأخر شوية اي فايف معي وقت لكنها نتشت البيدأ دلوقتي واكلت اكلت طلعت بتمبو لازم ترجع ودلوقتي نايت اي سيكس بستموف بجانب اي فايف اي فايف جيدة نايت اي سيكس جيدة كينج اي تو نايت سي فايف هتلبيدأ كينج يقول الانجين العب في هذا الشكل روك جي ايت هاتلبيدأ وافضل نقلة نايت هنا تحمي حاجة غريبة يعني مش دي مثلا لا عشان روك جي فور قاتلة بصراحة مجاش في بالي اللعبة عالجناح ده لانه الجناح المشلول بتاعي التفوق بتاعي عالجناح التاني وانا متصور ان انا عايز نهاية ادخلها عندي التلاتة دول على الاثنين دول واعمل بيه دأسالك بعيد واكسب بيه بمنتهى البساطة بدون تعقيد فكملت انتشاري بشب النقلة دي لو انت بسط على بارة تقييم مش عجب الانجين مش عجب الانجين تماما لأسباب حقيقية يعني لو لعب 2300 بيعب 2300 كلهم كان لعب النقل ده كان اكل ودي حاجة عكس التفكير لان الاكلة دي انت تشعر ان الفيل واقف كالصمغ العربي ملزة الاضعافات في بعض فانك تتخلص منه بهذا الشكل مش وارد بس بعد ما تاكل هو بيبدأ يستغل مربعات المربع الضعيف او لو اكلت بالبيد يبدأ يلعب G4 عايز G5 لو اكلت بقوا بيزين البادئ وحشين قوي يمكن الضغط عليهم طيب لو منعتني برضو فيه H5 وعاوزها يعني لكنها جاوزت على عمود المفتوح النقلة المنطقية ما كلتش في الففيل وانا جبت الرخ وعايز ادشمل الارخاخ عايز اكسر كل حاجة ان امكن بس بشكل يعني يبقى المالك بتاعي نشيط وان البادئ بتاعتي تعمل بدأ سالج في الاخر يعني عايز التكسير برضو بعقل قفزت بالحصان وبدأت اكسر وجبت الرخ التانية ايضا نقلة جيدة انا مش عايز اوصل لشكل ينتهي ان ده يروح مع الحصان وده يروح مع الفيل ويتبقى رخين في وش بعض لان الارخاخ في وجودها اه هبقى احسن لان معايا بدأ زيادة لكن نسبة التعادلات هتزيد في وجود الارخاخ بقط اكلت اكلت الحمد لله واكلت ما كانش عندها احسن الانجين مدي روكتيكس دي ايت احسن نقلة وانا اكلت وهنا لابة F4 F4 اخدت فيها وقتها وتقريبا في فرق بيني وبينها دلوقتي نص ساعة معايا نص ساعة زيادة يعني وهي ببساطة عايزة لو انا مثلا دفعت البيدأ انها تاكل ولو انا كالت بالحصان المربع ده ضعيف والحصان هيصحى ولو انا كالت بالبيدأ سيبك من دي دي شفتها برضو هياكل وتخش اه واطلع بالمالك بقى وهي تاكل وانا ياكل وخلاص لكن الاقوى انها تاكل بيدأ في بيدأ دلوقتي وبعد بيدأ في بيدأ شكرا بقى عندها اتنين على واحد زي ما انا عندي تلاتة على اتنين اذا انت مش معاك بيدأ زيادة اه اه يا فرحتي بيدأ زيادة لا يمثل اكثرية بيدقية وبالتالي انا اعدت فاكر 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 وكالت بيدأ في بيدأ نحمد نوفل من سنتين ثلاثة مستحيل ياكل بيدأ في بيدأ دي اسيب بيدأ كده يا عم الحج وهو انت هتسيب بيدأ كده بس هي كمان الاكثرية البيدقية ثلاثة على اثنين هي بعدت عنهم حبة بالملك يعني لما اجعمل بيدأ سالك هي خرجت عن التغطية بتاعة البيدأ بالملك بتاعها والان لعبت اي فايف يقول الانجين كنت كالت وبعد ما هي تبقى تاكل كنت كملت في الحاجات دي بسرعة 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 خلاص عم نوفل حقق كلام سليم انا دفعت البيدأ الاول برضو بفكرة ان انا بلعب على هذا الجناح الانجين المفتري يقول هي تاكل تاكل وإي فايف ولو انت فوت هتخش بالملك الشكل بقى اصفار الوقت 8 من 10 9 من 10 للاسود مش سهل الحمد لله انا شفت الكلام ده عن الرؤعة بس ما اقتنعتش بيه حاسيت ان انا اسرع انا ممكن اعمل كده بيادق انا اصرع من اللي هي بتعمله ده يعني انا شفت الدفعة والتفويتة دي المهم بس انا ما اقتنعتش بيه بس هو طلع بالانجين مقنع عشان كده بقولك الانجين الظالم المفتري اي فايف لو عيبت وهي عايزة تنشط الملك فلعب اي فايف لم تكن النقلة الادق كان المفروض برضو تخش في فيل البيدق ولو فويت تتخش لكن انا لعبت هنا بشيب تيكس والفكرة انك لو كلت بالبيدق هاخد كيش واخد بيدق كمان فوق اللي معايا بقى معايا بدقين فبالتفكير البناء ادمين اتلت كده عشان تمنع الفكرة بس الاكلة دي الانجين كان مديها على امتين استفهام بلندر فادح بعد نقلة وحيدة الا وهي بي فاين انت سيب بيدق ببلاش ا لان انا سريع جدا ا هي دلوقتي معاها تلاتة على اتنين بس انا بعمل بيدق سالج بعد ثلاث نقلات هي بتعمل بيدق سالج بعد ثلاثين نقلة فحست ان البدء بيجري لازم تستدعي القوات لمراقبة البيدق بس انا سريعة وهنا لو حاولت خلي بالك الحصان ده عايز يجي من هنا يقف هنا علشان يرائب مربع الترقية او يجي من هنا يقف هنا عشان يرائب مربع الترقية لكن الحصان ده يعمل عمل بطولي جدا لو دفي عالبيدق الان وانت مشيت ده هيسمح ان الحصان يرجع ولو انت دفعت هيجي يقف هنا وبالتالي البيدق ده اهم من الحصان تاكل وادفع تاني محدش بيلحق البيدق ما كلتش لعبة بيدق في بيدق بيدق في بيدق ودفعت هذا البيدق وانا في الاول استغربت النقلة دي جدا هي عايزة ايه عايزة ترجع كده وترائب البيدق من هنا اوكي سلعبت اي ثري ولما رجعت قدتها كش تضحية بس البيدق ما عادش حد بيلحق انا قلت لك كمان ان الحصان واقف عامل عمل بطولي نتيجة ان مفيش وقت هي تعمل كده مثلا او بعد مثلا بيدق في بيدق تعمل كده وتلحق اي حاجة لان في كش وبكسر الاحصانة من هنا فهو شغال شغال يمين وشمال وشغال في كذا حتة المهم بعد الكش لازم تاكل ولا تخسر قطعة ودوفي على البيدق هتلم شوية بيادق ا مش كتير بس الوزير يعني اقوى في هذه المواقف وانا بصراحة برضو كنت ultra cautious يعني بص الان قوي كده مفيش حاجة اصلا بس جيت كده في وش البيدق واستطعت ان افوز على احد اقوى ناشيئات مصر في الوقت الحالي اتمنى كونوا بسطوا واستمتعتوا بالحلقة وانتظروا مباريات ادهم ان شاء الله وامرون لايك لازيز واشتركوا في القناة وبس انا انا كنت عايز والله في الاخر اقول لك انت استفدت ايه من الموتش لانه مهم جدا ترجع يعني فيه كم نقطة مضيئة في الحلقة زي ان انت لو معاك ماتيريا اللي ما تبقاش جشع قوي رجع حاجة وسيب حاجة او خد حاجة يعني معاك بدأين سيب واحد بس كمل انتشارك الانتشار ده مهم جدا خليك مركز على خطة واحدة لو عندك التفوق في جناح ركز في انت تطور التفوق واحدة واحدة وسيثمر شوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته